النبي عليه الصلاة والسلام عليكم البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه شون يعني؟ يعني مدرسة الصيام مدرسة تعلمك التقوى تهذب الإنسان وتدفعه حتى يكون أصلح حتى يكون أفضل فإذا أنت ما صلحت ما استفدت فأنت نصيبك من الجوع العطش والله ما يريد منك أنك تجوع وتعطش بس ما أصوم؟ لا أصوم بس اترك المعاصي من لم يدع قول الزور صايم يجذب صايم ويغتاب الناس صايم ويرتكب الحرام ماشي أنت صايم عن الشراب ليش ما صمت على الباجي؟ مساء الخير وكل عام أنت بخير وتعودون بالصحة والعافية يا رب قبل ما نترككم في رمضان في كثرة المحتوى في رمضان وانشغالات الناس والجدول كلها يتغير فحنا عادة في رمضان نأخذ رمضان كله أن نريح بعد ونرد بعد رمضان لكن قبل ما نترككم قلنا نقدم لكم حلقة تساعدنا كلنا أن نحن ممكن ندخل رمضان بطريقة أفضل نفهم قد تكون مفاهيم يعني موجودة وبديهية لكن لما نبحث فيها فيها أكثر من جانب نحن ممكن يكون غايب عنها حلقة جميلة مع الدكتور مطلق الجاسر فهمنا أساسيات رئيسية وأمور جانبية وتفاصيل غايبة عننا فيما يخص رمضان حتى نقدر أن نصوم ونكون فاهمين أهمية رمضان والسياق اللي أتى في رمضان لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معكم فيصر العقل وهذا بودكاست بدون ورقة دكتور ما كنا نقدم حلقة حق رمضان لكن قلنا اليوم بما أن البودكاست في الفترة الأخيرة حقق انتشار الحمد لله فقلنا كيف ممكن نكون قيمة مضافة في هذه الفترة أن نقدم حلقة مختصة لرمضان فيها أساسيات ومبادئ قد تكون بديهية لكن هي في الأساس فيها مفاهيم كثيرة فيها وجهات نظر كثيرة ورح نسألها اليوم نطرح هذه الأسئلة البسيطة في شكلها لكن قد تكون عميقة في شرح فأحياك الأول شيء دكتور أريد أن أبدأ في سؤال ليش نصوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أول شيء شاكر لك الدعوة الكريمة الله يسمك حياك وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء نافعا للمتحدث والمستمع ليش نصوم بعض الناس يعتقد أن الصيام عبارة عن مجرد جوع وعطش وتعب بعضهم يضيق خلقة لما يتذكر أنه يدشع عليه رمضان يضيق خلقة يتذكر أنه سيمتنع عن أشياء هو يحبها أول شيء الله سبحانه وتعالى يقول طاه ما أنزلنا عليك القرآنة لتشقى هذه قاعدة الله سبحانه وتعالى ما أنزل علينا حكم شرعي لا في آية ولا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نشقى أو نتأذى أو نتعم طيب ليش؟ هذه جرنا إلى خطوات إلى الوراء هذه الخطوات ضرورية جدا أن نتذكرها وثل ما تفضلت أحيانا هي شغلات بديهية ولكن دائما تتكرر كلمة التذكير في القرآن فذكر أن نفعت الذكرى وذكر لعلهم يتذكرون المسلم مهما كان يحتاج أن يتذكر ليس كافي أن تكون معارف المعلومة تحتاج أن تستحضرها دائما لذلك أمرنا أن نقرأ الفاتحة في كل صلاة تكرار أمرنا أن أمر استحباب أن نذكر الله عز وجل في اليوم عدة مرات أذكار الصباح أذكار المساء هي نفسها نقولها هي كل جانب تذكيري أولا القاعدة الأولى نحن عباد لله اضطرارا ما معنى اضطرارا يعني شئنا أم أبينا العبادة العبودية بالمعنى العام أن الله خلقنا هذا الكلام ينطبق على المسلم والكافر عبودية الاضطرار والخضوع لله أنت خاضع لربك سبحانه وتعالى شئت أم أبيت وفي عبودية ثانية هي عبودية الاختيار بمعنى أنك أنت تختار أن تكون عبدا لله ولا تستقيم نفسية الإنسان ولا حياته إلا إذا جمع بين العبوديتين لذلك لذلك إمام الشاطي برحمه الله كلمة في كتاب الموافقات يقول المقصد العام من الشريعة هو إخراج العبد من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا بمعنى ما رح تكون سوي ومستقر نفسيا وروحيا إذا لم تطابق عبودية الاضطرار بعبودية الاختيار بمعنى أن تستجيب لآوة من ربك سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا هناك حاجات حاجات لكل إنسان متنوعة هناك حاجات لجسده وحاجات لعقله وحاجات لروحه ترجيح أو تفضيل أو الميل لحاجة من هذه الحاجات على الأخرى يكون الإنسان فيها مضطرب وليس مضبوط شون؟ أنا أقول لك الجسد يحتاج إلى طعام يحتاج إلى شراب يحتاج إلى أشياء إلى صحة والعقل يحتاج إلى معرفة وعلم والروح تحتاج إلى غذاء خاص هو غذاء العبودية أهم شيء من هذه الحاجات الثلاثة هو حاجة الروح ليش؟ ليش؟ لأن الجسد هذا مؤقت ما رح يستمر معنا هو عبارة عن يشبه السيارة اللي نركبها رح توصلنا إلى مكان معين تنزل منها وبعدين تروح السيارة هذه الجسد هذا هو وعاء مؤقت يحوي الروح روح الإنسان يعيش مع هذه الروح ويحملها معاه فترة من الزمن تطول تكسر كل واحد عمره بعدين تخرج هذه الروح مثل ما ينزل الإنسان من السيارة وينتقل إلى مرحلة أخرى حياة ثانية لذلك في كلمة غلط منتشرة أنت كم مرة بتعيش؟ صح موجودة هذه وعند أنت بتعيش مرة واحدة بتعيش مرة هذا كلام مو صحيح نحن ما رح نعيش مرة واحدة نحن بنعيش مرتين هذه المرة وفي مرة ثانية رح نعيشها عيشها حقيقية لذلك الله سبحانه وتعالى قال يقولوا يا ليتني قدمت لحياتي يعني الحياة القادمة الحقيقية فهذا الجسد وعاء أنا أشبه لك تشبيه رجل راكب سيارة ويسوقها السيارة حريص عليها في نظافتها ويعبيها بنزين يعبيها دهن ومقصر على نفسه بالأكل والشرب والعلاج تقول لها أنت أهم ولا سيارتك صح أنت أهم من سيارتك فاللي يعتني بجسده ويهمل روحه مثل اللي يعتني بسيارته ويهمل نفسه أنت تعتني بالأثنين صح يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته هل تبتغي الربح فيما فيه خسرانه أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه فالأولويات هي الروح ثم الجسد ثم العقل ثم الجسد ثم الجسد جسد مهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لجسدك عليك حقا الإشكالية في عدم التوازن في هذه الأشياء الثلاثة فاللي يعيش في حياته يعتني بجسده فقط حريص على أكله حريص على شربه حريص على متع الحياة بس ونقطة وانتهى هذا مثل اللي يمشي ويعني بعرج في هذه الحياة شيء فيه شيء داخلك ناقص لذلك هؤلاء وإحنا أيضا ما فيه إنسان كامل كل واحد عنده هذا النداء هذا اللي أقول لك ما فيه إنسان كامل أبدا والتوازن هذا ما يوصل 100% ما يوصل 100% لكن بقدر ما أنت توصله إلى مرحلة التوازن بقدر ما تستقر نفسيا وهذا اللي فرقنا دكتور بين الإنسان والملائكة بالضبط يعني الله خلقهم بشكل كامل لكن نقول لك الإنسان ليه تكامل أيوة بالضبط الملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما عندهم نوازع نفسية جبلوا على العبادة وألهموا العبادة إلهاما الإنسان لا عنده فراغات لازم يعبيها لازم يصل ويملأ هذه الفراغات فعبودية الله سبحانه وتعالى هي التي تعبي هذه الفراغات حتى يستقر الإنسان نفسيا بعض الناس يقول بس فيه ناس من غير المسلمين مثلا أو حتى بعض المسلمين مو قاعد يعبد الله ولا قاعد يحرص على عبادته ولكن مستانس نقول هذه مو ناسة فيه فرق بين اللذة والسعادة شلو فرق؟ اللذة هو تحقيق حاجات الجسد بس تشعر بلذة وهي مؤقتة ومتناقصة في شيء درسناه بالاقتصاد اسمه المنفعة الحدية المتناقصة اللي هي اللي هي باختصار أول وحدة من المادة تغطي أكبر قدر ممكن من الإشباع مثل لما تكون جائع وتبي تاكل أول لقمة هي يعني أكثر لقمة تغطي حاجتك صح اللقمة الثانية أقل تنزل تتناقص المنفعة الحدية ثالث لقمة تنزل رابع لقمة لين تصل إلى الوحدة الصفرية اللي هو شبعت بعدين راح تنزل بالماينس اللقمة اللي وراها راح تصير مضرة راح تصير مزعجة صحيح هذه طبيعة اللذة إنها كل ما زادت كل ما نقصت السعادة كل ما زادت اللذة زيادة غير صحيحة بمعنى زيادة فوق حاجة الإنسان الإغراق فيها يعطيك تناقص مثل الإنسان اللي هو نفس الأكل أنت قبل نصف ساعة كنت حابة كنت مستانس عليه أنت كنت ميت عليه ليش الحين ما تبي حتى تشمه منك شمعت صح فاللذة كل ما زادت وأغرق فيها الإنسان كل ما خلص يعني شبع منها لذلك نجد الناس يبحثون عن لذات ثانية خلاص مثل ما تقول مل من هذا النوع صحيح السعادة بالعكس كل ما زادت تزيدوا إياك ما لها حد وكل ما يعني استزت منها ما تصل إلى مرحلة تقول بس بالعكس هي تطير فيك وانت تطير فيك مستدامة ومستدامة السعادة تتحقق بهذا التكامل الروحي والعقلي والجسدي بس دكتور هذا يجرني إلى سؤال أنت ذكرت أن فيه ناس يقولون بس فيه ناس كذا وكذا بس هل معناتها أن ما فيه إنسان سعيد إلا إذا كان مسلم يعني هذا أو فيه فيه ناس الله سبحانه وتعالى موفقهم وهم قاعدين يبحثون عن السعادة لكن ممكن ما توقع الله يوصلون للحق ولا غير هذا يجرني حق مثل ما قلت لك فيه ثلاث حاجات حاجات الجسد لا يحتاج أن يتوصى عليها والناس قاعد تأكل وتشرب وتغطي حاجات جسدها من كل ملة ومن كل دين نفس الشيء حاجات العقل حاجات الروح اللي نعتقده وهذا الذي لا يجوز أن يعتقد إلا هو أن الطريق الوحيد لتعبئة هذه الحاجة هو اتباع الشرائع اتباع الدين والدين واحد ترى دين الأنبياء كلهم واحد وهو الإسلام ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد دين وطريق إلى الله إلا من خلاله يبقى ما تفضلت فيه من سؤال إن زين اللي ما وصل هذا الدين اللي فيه مانع من الموانع حال دون هذا مثل إنسان مولد أعمى أصم ما يسمع ولا يشوف ما يقدر يتعلم وسائل التعلم والسمع والبصر معدومة المجنون اللي وصل إلى اللي عايش فيه مثلا مجاهل الأدغال مثلا أيا كان هل هؤلاء ناجين ولا مو ناجين الجواب الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ وقال أيضا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَهِ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهِ بمعنى هؤلاء مو بالضرورة يدشون النار طيب شنو رح يصير فيهم راح تزال عنهم الموانع ويأتون يوم القيامة ويرسل لهم رسول هذا الصحيح من أقوال أهل العنف هذه المسألة يرسل لهم رسول هذا الرسول هو اللي يدعوهم إلى الدين فاللي يستجيب له يدخل الجنة واللي ما يستجيب له يدخل النار وبالتالي الكل يريد السعادة لكن هناك من وصل إليها وهناك من لم يصل إليها والله سبحانه وتعالى يعلم مو إحنا اللي نحدد يعني أنا ما أملك أن فلان مو معذور أو فلان معذور نترك الأمر لله سبحانه وتعالى نعم واضح فالسؤال ليش نصول لما قلنا الحاجات الثلاث حاجة الروح لا مجال أن تعبأ إلا بالعبادة بالاتصال بالله سبحانه وتعالى هذا هي المادة مثل ما أنا جائع ما يعبي ويشبع الجوع اللي عندي إلا الأكل يعني لو أنا جائع وسويت أي نشاط ثاني ما رح أشبع يعني لو جائع وقال لك واحد روح أمش ما رح يروح الجوع لأن مادة إشباع الجوع هو الأكل أنا عطشان مادة إشباع العطش هو الشرب وهكذا حاجة الروح مادة إشباعها يا العبادة مهما سويت مهما فعلت رح تبقى هناك حاجة حاجة الروح هي السعادة بالضبط نتيجتها السعادة نتيجتها شنو حاجة الروح حاجة الروح هي وجود شيء يملأها أوكي وجود شيء لذلك الناس اللي ما دلت الطريج يبحثون عن بدال فمثل ما قلت الأشياء بعض الناس ذهب إلى قضية التأمل بعض الناس صح إلى قضية اليوغا بعض الناس إلى بعض الفلسفات اللي مهما حصل لا تملأ ولا تحب هذه الحاجة اللي هي العبادة واضح لذلك لما نتكلم عن الصيام وهو أحد هذه العبادات في هذا الشهر الفضيل فنحن قاعدين نتكلم عن مادة مهمة جدا من مواد إشباع هذه الحاجة لحاجة الروح العبادة نزيل ليش ننصوه الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام إحدى وسائل ضبط هذا التوازن اللي قلت قبله شوي إشباع حاجات الجسد بالأكل والشرب الإغراق فيه ممكن ينسيك التوازن الصيام يحاول يضبط لك الوزنية يضبط لك الوزن عرار يقول لك وقف وقف شوي أنت محتاج مثل اللي قاعد يأكل ويبي تنفس يقول لها لحظة وقف 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 أكل شوي خذ نفس صح بعدين يرجع لك المرة ثانية واضح فالتوازن المطلوب حتى يكون الإنسان سعيدا يحتاج إلى توازن مثل ما قلنا بين الروح والجسد والعقل الصيام من حكمته تحقيق هذا التوازن توقف ذكرت يا أيها الذين الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صح ففي واضح أنه في علاقة بين التقوى والصيام ما هي العلاقة بين التقوى والصيام جميل التقوى ما هي أول شيء التقوى هي أن تجعل بينك وبين سخط الله وعذاب الله وقاية بأمرين باتباع أوامره واشتناب نواهي والتقوى 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 هي الصفة التي لا يسمح لأحد بدخول الجنة إلا بها قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين حصراً وهي تتفاوت فيها الناس ليس بالشكل ولا بالمظهر هي بشيء الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضاً ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تقوى مجموع أشياء عبادات أخلاق وعاملات صلة بالله عز وجل فمن وسائل تحقيق التقوى الصيام شنو اللي يحمل الصيام اللي ممكن يكون وسيئة من وسائل بتهققته أولاً شنو اللي يمنع لإنسان من التقوى شنو اللي يمنعه فيه ثلاث موانع رئيسية هي أكبر موانع التقوى أو اللي تحول بين الإنسان وبين التقوى الشيطان اللي هو شياطين الجن نوازع النفس الداخلية ميولها الداخلية اللي يسمى الهوى أو الغرائز والرغبات وشياطين الإنس تمام؟ ما الفرق بين شياطين الإنس والجن؟ شياطين الإنس بشر بشر يدعونك شياطين اللي هما شياطين نعم الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن شياطين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شياطين الإنس هما ناس يقومون بدور الشيطان يقول لك سووا كذا يصدون عن الخير ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر هذا هو الشياطين الإنس فأول شيء اللي هو الشيطان الله سبحانه وتعالى قد كبلهم وقيدهم في رمضان هذا نحن في عقيدتنا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة والسلام جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين فيه هنا سؤال حين تصفد الشياطين بمعنى تكبل نعم تصفد بمعنى تكبل نزيد بس قاعدين نشوف في رمضان أشياء من الشر من المعاصي مع ذلك يعني مع أنكم تقولون أن الشياطين مصفدة ومع ذلك موجودة هذه المعاصي نقول صح ليش لأن المعاصي مو كلها سببها الشيطان فيه شياطين أنس فيه إنسان ما يحتاج شيطان أصلا يعني الشيطان ما يستعبوا إياه بروحة هو متجه لهذا الشيء هذا واحد اثنين جاء في بعض الروايات أنه مو كل الشياطين تصفد تصفد مرضة الشياطين لكن بشكل عام سلطة الشيطان تضعف في رمضان وهذا شيء ملحوظ صح يعني كل إنسان مسلم جرب العبادة في رمضان يشعر من نفسه إقبال لذلك ما شاء الله تمتلئ المساجد في رمضان يقل الشر ويكثر الخير أمر ملحوظ مشاهد عيانا هذا واحد أما الأمر الثاني من موانع التقوى النفس الأمارة بالسوء ونوازعها الصيام يكسرها شوية يقلل من قضية عدم التوازن بين حاجات الروح وحاجات الجسد فيعينك على تحقيق المقصود من التقوى وشياطين الأنس المفروض أن يكونوا أقل تأثيراً في رمضان باعتبار أن الناس كالهصايمة المفروض يعني فهذه ثلاث أشياء في الصيام يتحقق مقصد التقوى لأنه يقلل من هذه الثلاثة وبالتالي رمضان فرصة عظيمة جداً أن يتقرب الإنسان إلى ربه وأن يحقق هذا التوازن توازن الروح فرصة يعني يجب أن ننظر إلى رمضان أنه فرصة فرصة ومدرسة نتعلم منها شيئاً كثيراً قبل أن ندخل في رمضان حتى لم أبدأ أنا في رمضان وحيثيات رمضان وأنا أدخل حتى في تهذيب النفس وآداب الصيام بس قبل أن ندخل في هذا الموضوع عندما يتكلم عن قبل رمضان في شعبان ورسوع صلى الله عليه وسلم كان يحرّص أن يصوم في شعبان صحيح ما هو فضل شعبان حتى تكون الحلقة هذه مرجع للمستقبل قبل فضل شعبان فضل شعبان وصيام شعبان ندخل معي عطو دكتور في متى شرع صوم رمضان نفهمتها حتى ثاني سنة من الهجرة واضح لكن نفهم في القصة حتى تاريخيتها طبعاً طبيعة النفس البشرية أنها لا تهجم مباشرة على الأمر تحتاج إلى تهيئة مثل تمارين الإحماء بالنسبة للرياضيين فالإنسان إذا كان مقصر أو بعيد بعد أن يدشر رمضان فجأة لا يستطيع يدخل في العبادة بشكل كامل بسرعة فلذلك من الحكمة أن يكون فيه هناك مقدمات مثل الصلاة يستحب قبل الله تصلي تصلي السنة تروح مبتشر تقرأ شوي قرآن راح يساعدك على الخشوع في الصلاة مثل الرياضة حق المراثون الناس تبقى نعم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الصيام في شعبان وكان يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يرى صائماً في شعبان ليش؟ لأن مثل ما قلت وهو تهيئة لدخول شهر رمضان فالإنسان يحتاج في شهر شعبان أن يتهيئ مو بس في قضية الصيام في قضية القرآن ورح نأتي الآن بعد قليل إن شاء الله شنو علاقة القرآن في سر بين القرآن ورمضان قضية أهم شيء كذلك التوبة أن الإنسان يحرص ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة وظيفة العمر شون مغامت بمعنى الإنسان طبيعتاً يقع في الخطأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لا قال الله عز وجل يروي عن الله عز وجل في حديث القدس لو لا أنكم تذنبون لاذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفروا لهم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون طبيعة الإنسان أن هناك تفاعل دائم يومي بين نوازع الخير ونوازع الشر فمرة يضعف مرة يغلبها ومرة تغلبها لذلك احتاج إلى التوبة توبة هي اللي تنظف وتطهر وترجع الإنسان وتنهض مرة أخرى حتى يستمر في هذا التفاعل أو هذه المعركة اليومية صح التعبير الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوة يعني إذا ما استشعر الإنسان أنه يازم مجاهدة مثل الحياة الحين الحياة إذا ما أخذاها الإنسان بأن هناك تحدي ولازم أواجه هذا التحدي وفي عقبات ولازم أتجاوزها ما رح ينجح في حياتها أبدا نفس الشي الدين إذا ما اتخذت دينك تحدي أن ما يغلبني الشيطان ولا يأسني وإذا طيحني اليوم رح أقوم باشر أو أقوم نفس اليوم ولو طحت ألف مرة رح أقوم ألفين مرة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقل الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها مباشرة وخالق الناس بخلق حسن وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل شوف الحديث هذا العظيم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فاستغفرني فغفرت له ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فاستغفرني فغفرت له ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فاستغفرني فغفرت له قال الله عز وجل يا عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك أي طالما أنك تتوب لذلك الإنسان يحتاج إلى أمرين في هذه المعركة نصاح التعبير الأمر الأول أنه يجتهد كثر ما يقدر أنه يوخر على المعاصي الأمر الثاني لا تيأس من التوبة لو أذنبت مليون مرة في اليوم توب مليون مرة واحد الشيطان تيش يبي؟ يبي يوصلك إلى مرحلة اليأس خلاص أنا ما فيني خير أنا مو زين أنا ما ليوية أنا بالضبط أنا وهذه مرة صارت يعني إذا يسمح الوقت أقول قصة نعم خذ راح تكتكتور بدون ورقة هنا مرة حدثني واحد رجل من خارج الكويت عمره بالخمسين قال لي أنا عندي قصة أذيتني فضل ويحكي القصة أن يقول أنا الله منعم علي وعندي خير وعندي نعمة وعندي أسرة وعندي أموال وأصلي وقعد يذكر ما شاء الله أشياء جميلة جدا يقول وقعت فيه ذنب وندمت وحسيت أني أنا منافق وحسيت وكذا فتبت ورجعت مرة ثانية إلى الذنب وتبت بعدين قالها الكلمة هذه حسيت أني خلاص أنا صرت دو وجهين خلاص يبه بلاها الدين هذا الغلط يقول لدرجة أني رحت المدينة استحيت أني أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا شون أصلي أنا 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 رجل عاصي أنا أسوي كذا أسوي كذا شلون يقول لا أنت فاهمها غلط طبعا قاعد يبتشي قلت له شوفه أخي أولا ما في أحد ما يعصي غير الأنبياء كلنا نعصي كلنا كلنا ذهو خطأ ما أحد ما أحد كامل لا يغرك ما فيه طبيعة النفس البشرية جديد اثنين الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما كانت قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني شوف شوف الآية هذه طلب المناسبة هي في وسط آيات الصياء وإذا سألك عبادي عني هذه الآية لها سبب الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه يعني هل نصارخ ونحن ندعو ولا نهمس فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني شوف عبادي ما قال وإذا سألك الناس ما قال وإذا سألك المؤمنون ما قال وإذا سألك الصالحون قال وإذا سألك عبادي شوف اللطف عبادي عبادي أنتم عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعا شوف شوف يعني هذه الآية والله التفكر فيها يخلي الإنسان وإذا سألك عبادي عبادي يعني شوف اللطف في الآية ما قال إذا سألتوني إذا سألك عبادي هذه بروحة تكفي مثل لما تكلم أحد ويقول لك رجل كبير مثلا وتحتاجه في حال يقول خلاص يولدي خلاص يولدي كلمة أولدي هذه بروحة تقصل ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا لذلك أنا ما نعارف شلون يعيش اللي مقاعد يدعو رب على الزوج شون يعيش هذا يعني شون يستطيع أن يتحمل مشاق الحياة شون يستطيع أن يتحمل نفسه اللي ما عنده صلة مع رب عز وجل لذلك التوبة وظيفة الحياة مهما أذنبت إياك 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 أن تصل لمرحلة تقول الله ما رح يغفر لي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول قد دعوت وقد دعوت ولم يستجب لي فيستحسروا عند ذلك ويدعوا الدعاء أحيانا الله سبحانه وتعالى يبتليك بشيء عشان تدعوه بس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرأ ليش لعلهم يتضرعون 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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ليش ما يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون شوف لذلك لا تحزن إذا وقعت في مصيبة أو صار في ضيق لك عندك ضيقة ضيق يمكن الله يبيك تدعوه عمر رضي الله عنها كلمة جميلة يقول ما وفقك للدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك ما وفقك للدعاء إلا هو يبيك يبي يستجيب لك بس أنت أدعو 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 بسرف عيدك لذلك الله سبحانه وتعالى رحيم فينا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم لا تعتقد أن الله بعذبك ليش نحن دائما نتصور أننا نحن مقبلين على عذاب وعلى جحيم لا لا يحسن الضم بربك الله سبحانه وتعالى ما أوجدنا ما نزلنا عليك القرآن لتشقى لا يقصون عليك لا يقصون عليك اللي يفهمونك أن الدين شقاء وعذاب لا 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 بالعكس الله يبيك بس هلأ ما تعتقد دكتور هذا يعني نعكاس للخطاب الديني الموجود يعني يعني هذا الناس وصلوا لهم من الدين بهذا الشكل جزء منهم يعني فهل فيه تعتقد تصحيح ولا شيء مفروض يكون من ما بيقول تصحيح هل هناك معالجة يجب أن تكون على الخطاب الديني شوف أنا ما أقدر أحكم على الجميع الخطاب الديني أنت قاعد تكلم عن كل من يتكلم باسم الدين وهذا أمر واسع جدا وأكيد طبيعة الحال فيه هناك المخطئ هناك المصيب أنا أقول لك حتى الأسلوب في صلاة اليمعة في الخطب الدينية اليوم نعم ممكن شوية طلعنا برا الموضوع هذا بس علشان أخذ رأيك بهذا الموضوع اليوم أنا حضرت لك صلاة اليمعة عن إطافات ورأت خطابك الديني مختلف عن الخطاب الديني التقليدي في المفردات شفت العصاهية لا صحيح هذا شيء مو تقليدي بس شيء مختلف فهل الآن العالم الإسلامي قاعد يمر في هذا التغير قاعد تشوف وهل نحن انتقلنا من الخطاب إلى الخطاب لا هو طبيعة البشر أنه رح يتغير الخطاب مع تغير الزمن وهذا بالمناسبة فعله النبي صلى الله عليه وسلم شلون النبي عليه الصلاة والسلام أول ما كان يخطب الجمعة كان يخطب على الأرض واقف زين فاكثروا الناس فأتت امرأة وهذا حديث البخاري أيضا يدل على دور المرأة في المجتمع دور مهم امرأة كان عندها بزنس داتجارة كان عندها نجار يشتغل يسوي أثاث عامل حلو فأتت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا ما رأيك أن أصنع لك منبرا ترقى عليه المنبر هو صناعة المرأة سلام تخيل ما كان في منبرا ما كان في منبرا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إلى جذع نخلة يقف جانب جذع نخلة يخطب فأكثروا الناس فهي اقترحت رضي الله عنها قالت شو رأيك أصنع لك منبرا خشب ثلاث درجات يعني أفكار البداعية ترى عند الحريم نداء عند المرأة زين فكانت فكرة المنبر بالتفاصيل بالتفاصيل فكرة المنبر هي فكرة نسائية صح من هذه المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت وفعلا أمرت العامل اللي عندها وصنع منبر لها ثلاث درجات هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بشكل أو بآخر وسيلة لاستفادة من أي قناة لتوصيل الدين ونوع من التطوير في الخطاب الشرعي طبعا الخطاب الشرعي المقصود فيه وسيلة التوصيل ومقصود فيه الخطاب نفسه هل هناك قصور؟ نعم فيه قصور أحيانا لكن ما نقدر صراحة نعمم على الجميع في النهاية لا نعلق الشماعة على الناس بمعنى بعض الناس يقول أنت ليش بعيد عن الدين يا أخوي والله يا أخي هذول الدينين هذول المطاوعة الخطاب الديني شديد كل رحضة أنت يوم القيامة رح تسأل عن نفسك ما رح تسأل عن الناس أنت أسأل أنت أبحث أصدق الله يصدق قاعدة الجميل في تعاملنا مع رب العالمين أنه لا يوجد شيء يخف على الله تعامل البشر الذي يجد دامي ممكن أن يكون صادق وممكن أن لا يكون صادق أن أتعامل معه على الظاهر وهذا القاعدتنا في الدين أن نتعامل بالظاهر والله يتولى السرار لكن مع التعامل مع الله غير أنت مكشوف الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالله قريب هل تخاف لا تلقي بأخطائك يا إنسان على الآخرين المطاوعة كرهون بالدين الدينين شددوا علينا ما لك شغل فيهم أنت أبحث عن الحق ستجده إن شاء الله تعالى هذه رسالتي للناس عموما رسالتي لأصحاب الخطاب من وفقهم الله لأن يكونوا خطباء متحدثين باسم الدين بشكل أو بآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال قاعدة عامة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لنحن علينا من غير النبي عليه الصلاة والسلام صح أو لا صح لكن هذا لا يعني أيضا حتى نضبط الموضوع أيضا هناك نصوص فيها تحذير فيها وعيد وفيها نار وفيها عذاب وفيها اللي لا يطيع الله سبحانه وتعالى سيعذب هذه الصورة الكاملة لابد من الصورة الكاملة الإغراق في إحدى الزاويتين يخل بالتوازن نحن ديننا دين توازن الإغراق في إحدى الصورتين يخل بالتوازن لذلك أنا دائما أقول للآباء والأمهات كلمة ترى الله يوديك النار للطفل غلط ليس صحيحة لا تسوي شيء ترى الله يوديك النار لا تشذب ترى الله يوديك النار لا تفعل كذا الله يوديك النار ليس هذا الطفل راح يظن أن هناك بس نار صح يفهم أن الله يعني عنده نار بس أنا أقترح أن تستبدل بالآتي عشان الله يحبك صل طلعا الله يحبك إذا سليت الله راح يحبك إذا صرت صادق في الكلام الله راح يحبك إذا سويت كذا الله راح يحبك تبي الله يحبك فهذا هو الطريقة الصحيحة في توصيل هذه الفكرة نبين ديش على موضوع الصيام من زاوية رمضان نقلنا ليش نصوم كيف أنزل الصيام في الإسلام كيف أنزل على المؤمن شوف مرت تشريع الصيام بخمس مراحل سردها على السريع أول مرحلة في مكة في عهد المكي ما كان هناك صيام واجب في مكة وهي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة عشر سنة خلال ثلاثة عشر سنة من أول الإسلام ما كان هناك صيام واجب كان كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة بس يصوم يوم واحد عاشوراء ولم يأمر الناس بصيامه ونفس الصيام اللي نحن نزل نفس الصيام اللي نفجر ليل مغرب لا كان غير شوية راح اللي هو كان إذا نام بالليل وقام بدأ صيامه حتى لو قام قبل الفجر عدل زيد هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شاف اليهود يصومون عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم النجى الله عز وجل فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصيامه فأمر الناس بصيام هذا اليوم بشكل واجب أول سنة فصاموا زيد المرحلة الثالثة مرحلة الصيام الثالثة كان في السنة الثانية من الهجرة تحديدا في شهر شعبان نزل صيام رمضان ولكن كان على سبيل التخيير لا على سبيل الوجوب كان أول سنة هذه أمر بصيام شهر رمضان قال ترى راح يديش علينا رمضان تصومونه واللي ما يبي يصوم يطعم ذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى لا عفوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأنت صوم خير لكم إن كنتم تعلمون فلاحظ فيها تخير صح فما كان واجب على الجميع وهذا طبعا حكمته التدرج في التشريع لأن الناس ليس متعودين يصومون شهر كامل فأول الأمر كان فيه تدرج في التشريع لين استقر على ما هو عليه مثل تحريم الخمر صار فيه تدرج في التشريع إذن هذا المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة فرض الصيام فرضا لكن طريقة الصيام كانت اللي يصوم يتأذن المغرب تفطر وبعدين متى يبدأ صيامك اليوم الثاني إذا نمت بس إذا نمت بدأ صيامك لو قمت نص الليل أنت صايم ما يصير تأكل عدل هذه المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة والأخيرة اللي استقر عليها الصيام إلى يومنا هذا هو الصيام المعتاد فرض صوم رمضان على الجميع وجوبا وفرضا من الفجر إلى المغرب وهو قول الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فهي خمس مراحل تاريخية حتى استقر الطريقة الصيام رمضان على ما هو عليه إلى يومنا هذا عدل فالحين أنت حتى تتوى ذكرت الدعاء في رمضان وهني من دش شوية في خنقول الصيام والدعاء والقرآن بس أنا بس قبل ما ننتهي من قضية الدعاء أبي أفهم كيف الواحد يدعي لرب العالمين هل الواحد يدعي في صلاة في صيام ممكن أن أدعي هل في شيء معين لازم نسوي عشان في طريقة الدعاء نعم طبعا هناك ارتباط مثل ما قلت بين الصيام وبين عبادات معينة هناك ارتباط بالقرآن وهناك ارتباط بالدعاء وهناك ارتباط بالصدق تحديدا هذه الثلاث شغلات ممكن تطرق ممكن تطرق لها واحدة واحدة تم أما الدعاء فمثل ما قلنا قبل شوي الله سبحانه وتعالى ذكر آيات الدعاء آيات الدعاء هذه العظيمة في وسط آيات الصيام الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هو الصلة بينك وبين الله عز وجل هو الارتباط الروحي بينك وبين رب العالمين ادعو ادعو مو شرط لغة عربية فصحة ادعو بالكويتي بأي لهجة كأنك تفضف في جانب الدعاء ليس فقط جانب الطلب من الله لا هناك جانب شكوى جانب إظهار المذلة لذلك كلما خضع الإنسان لربه ارتفع وكلما خضع للخلق ذل هناك معادلة عكسية الخضوع للخلق ذل والخضوع للخالق عز هنا يظهر الخضوع هنا تظهر الاستكانة ما يتكبر الإنسان على ربه ليش الحين والد الإنسان ووالدته ليش الإنسان ما يقدر يشوف نفسه عليهم لأنهم شايفينك وانت صغير شايفين عارفينك وعارفين مداخلك وعارفين مخارجك وعارفين مسبحينك وشايفين بلاويك وشايفين أشياء كثيرة فأنت أصلا ما تقدر تتكبر عليهم أصلا طبيعة الإنسان السوي ما يقدر تتكبر عليهم فضلا عن أنهما سبب في وجودك رب العالمين سبحانه وتعالى عارف كل شيء ويعني المتكبر فعلا هو المتكبر عن الدعاء هو هذا كبر حقيقة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحبا يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هم فهموا الكبر غلط فهمه ليس صحيح أنا أستفيد الكبر ليس هو لبس لباس الجميل ولا التأنق في اللباس ولا أن الإنسان يحب أن يظهر بشكل جميل وفيه إنسان يحب الزين يعني بالضبط وهذا اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال وفيه الله سبحانه وتعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث من التحدث بنعمة الله أن ترى نعمته عليك بس وين الحدود بهذه طبعا بما لا يخالف بدون إسراف وبدون شوفة النفس على الناس وبدون تبذير وإسراف وبدون ارتكاب المحرم ففيها نية هذه أكيد ولا يسرف ولا يبذر لكن ما يروح يلبس لي لبس يعني متواضع لا لا الله يحب أن يشوف نعمتها الله رزقك يحب أن يشوف نعمتها عليك في ناس ما شاء الله يقول عندهم خيرات بس يظهرون بشكل هذا خطأ خطأ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجمل الناس لباسا ورائحة بالعكس لا تبذر ولا تسرف لكن لا تهمل لا تهمل نفسك يعني هناك توازن دائما نشوف نروح نرجع على طبيعة التوازن فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسن ونعنه حسن قال إن الله هجمين ويحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر محصور في نقطتين بطر الحق يعني عدم الاستكانة للحق عدم الخضوع للحق يأتيك الحق أنه لازم تعبد ربك وأنت ما تبي يأتيك الحق بمعنى أنك أنت يعني هذا الأمر هو الصواب هو الحق ما تأخذه ترفضه هذا كبر والنوع الثاني من الكبر هو غمط الناس يعني احتقارهم أنك تشوف نفسك عليهم تشوف نفسك أفضل من غيرك أنا ولد فلان هذا منه هذا منه أنت منه أنا ولد فلان أنا فلان لفلاني أنا كذا أنا كذا فالدعاء يعالج من الكبر شلون؟ دواء الكبر أنك تدل نفسك رب العالمي تدل نفسك رب العالمي وهو الذل الوحيد الذي يؤدي بك إلى العز هو الذل الوحيد الذي يؤدي إلى عز الإنسان لذلك لن تعامل مع الدعاء تعامل روتيني إن هذا عادة اجتماعية أو أرفع إيدي مثل الناس لا 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 تعامل مع الدعاء تعامل كأنك تخاطب ربك فضفض ربك تكلم يعني قول لي بقلبك ليش خاش شيء بقلبك قوله فضفض الرب العالمين يا رب يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أساء له أهل الطائف وخرج من الطائف وقد طردوه ورموه بالحجارة وشتموه وسبوه طردوه من الطائف وهذا متة في عام الحزن في نفس السنة التي مات فيها عم التي كان ناصرة وماتت فيها زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت كل شيء بالنسبة له كحياة زوجية فكسمي عام الحزن فخرج من مكة يريد أن يبحث عن ناس يعينون على تبليغ دعوته فالناس الذين كان متوقع أو يطلب ويريد منهم أن يناصرونه طردوه مو بس طردوه أغروا عليه سفهائهم ومجانينهم وصغارهم يرمونه بالحجارة صح حتى أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام طلع من الطايف ماذا قال يروى كما في السيرة مما يروى في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لاحظ هذا كله فضفض بيان الحال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي شوف شوف الدعاء يعني أنا يا رب إذا أنت راضي عني لا يهمني ولكن أبي غير أن عافيتك هي أوسع لي أدعية الصباح والمساء فيها غاية التذلل المفروض الإنسان لا يتركها صراحة هي غذاء يومي من أدعية الصباح والمساء التي كان يقولها النبي عليه الصلاة في كل صباح وفي كل مساء اللهم إني أسألك العافية في ديني اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي اللهم إنك عالم الغيب والشهاد فاطر السماوات والأطر رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأنا اقترف على نفسي سوأنا أوجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللي يدلك على أهمية الدعاء أن الفاتحة اللي هي الركن في الصلاة دعاء الحمد لله رب العالمين هذا مقدمات الدعاء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لذلك وهذا نقطة مهمة من أداب الدعاء لا تهجم على الدعاء مباشرة قدم مقدمات تتضمن أمرين تتضمن عظم رب العالمين وتمجيده والأمر الثاني تتضمن تضرعك الخاص أنا عبدك الفقير أنا عبدك الضعيف أنا عبدك المسكين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي إهدنا الصراط المستقيم دعاء صح صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم دعاء ركن فرض علينا أن ندعو فيه في كل صلاة في آمين ثم تختم بآمين وآمين ليست من الفاتحة وإنما هي ذكر ذكر لكن تعكس فكرة الدعاء بالضبط بالضبط لذلك الدعاء مرتبط بالصيام لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل صائم في كل يوم دعوة مستجابة تخيل لك دعوة مستجابة في كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل صائم دعوة مستجابة بس هناك سؤال ممكن يسؤلون البعض يقول أنا كم مرة دعيت بأشياء بس ما صارت صح أبي شيء معين ودعيت ربي يعني سنوات يمكن بعضهم يقول أشهر ما حقق للي أبي شلون تقولون الله يستجيب شو نقول نقول لشوف أخي الكريم الاستجابة لها ثلاث أنواع نوع الأول تحقق المطلوب بنفسه نوع الثاني أن يصرف الله عنك شراً لم تكن تتوقعه كان مفروض يصير عليك بسبب الدعاء الله صرفه الثالث أن يدخر ثواب لك عند الله يوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو لا بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث يقيناً إما أن يحقق له مسأل أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخرها له يوم القيامة فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً يقول إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده إليه يده فيردهما صفراً خائبتي طيب ليش أنا أبي أبي اللي دعيت فيه أبي يقول له لا مو شرط أن يكون زين لك هذا الشيء مو شرط من قال لك أنه زين كم شغلة كنا نعتقد أنها في صالحنا وكنا ميتين عليها ولما صارت اكتشفنا نهم صالحنا وضرتنا فالله أعلم باللي تبي الله سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلمه وأنتم لا تعلمون فيمكن يكون هذا الشيء اللي أنت تبيه وميت عليه يمكن أن يكون ضرر عليك فالمقصود ما في أحد يدعو وما يستجيب لربه لكن تتنوع الاستجابة قد يصير بنفس ما دعيت وقد يصير بأجر من الله وقد يصير بدفع ضرر عنه دكتور في ما يخص بناء ما بيقوم بمكان بناء العلاقة الشخص اللي يدعي اليوم وصار لأسبوع يدعي بهذه الطريقة غير عن الشخص اللي صار لأسنين يدعي حتى طريقته وعلاقته شوي شوي يبدي يفضفض أكثر فأنا بيعرف من واقع تجربة وقراءات ما الفرق بين الشخص اللي في بداياته في بدايات المسلك هذا والطريق هذا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء والشخص اللي واصل إلى مراحل متقدمة وصار لفترة أطول شنو هو متجهي لأي اتجاه حتى حتى الشخص اللي اليوم بيستفيد من هذه الفكرة شنو الأشياء اللي حطها في بالنوكي هالطريق هذا وين رح يوديني شوف دعاء الله سبحانه وتعالى كل خير ما في فرق يمكن يكون إنسان تو متجه لرب العالمين يكون أدعى للاستجابة من غيره ليش لأن يكون الله سبحانه وتعالى قال أمن يجيبه المضطرة إذا دعاه ويكشفه السوء الله يقول أمن يجيبه المضطر إذا دعاه حتى الكافر لو دعى رب العالمين الله يستجيب له فلذلك من أهم شروط الدعاء سواء كان واحد يدعو توا أو يدعو من زمان بغض النظر أهم شرط للدعاء أنك تدعو وانت حاضر القلب مو تدعو وانت ماذا تقول مجرد كلام تقوله لا لا ادعو وانت مستحضر مستحضر اللي قاعد تقوله أنت قاصد اللي تقوله متفاعل معه مو أذكار حافظها وتبي تقولها بس عشان شذيه لا تلتزم بأدعية معينة ادعو باللي بقلبك شنو تبي من ربك لا شك أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها جوامع الدعاء فيها جوامع يعني كلام قليل يعطيك خير كثير احفظ ما تشاء وما تتيسر لك من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة فيها جوامع الدعاء مثل اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل شر والفوزة بالجنة وأن نجاتها من النار شامل كل شيء كل شيء تبتدعوه يا يكون غنيمة خير أو سلامة من شر صح حلو فهذا الأدعية مهمة لكن في جانب آخر في الدعاء اللي هو جانب الشخصي حاجاتك الخاصة مطالبك الشخصية همومك يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله شنو البث شنو بث هو الحزن اللي يطلع بحرارة بث يعني نطق الكلمة يعطيك معناها بث أبث وحزاني يقول أنا ما أشكيلكم أنا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فخلنا بث همومنا لرب العالمين ما المانع ادعوه لذلك هذه دعوة لكل إنسان يسمعني ما بينك وبين السماء ما بينك من رب العالمين سبحانه وتعالى شيء ولا أحد حتى لو كنت مقصر لو كنت سيء لو كنت تفعل أشياء غلط ترى الله سبحانه وتعالى عارف ومطلع ويفرح بتوبتك تخيل أن الله يفرح بتوبتك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل أظل راحلته في أرض فلا شوف التشبيه رجل كان سافر في الصحراء وعنده راحلة الراحلة هي الناقة اللي فيها طعاما وشرابا وأغراضا يعني كل شيء وسيلة النقل والأكل والشرب فأظلها وهو في وسط البر أظل راحلته في أرض فلا فالطجع تحت شجرة ينتظر الموت خلاص ما في تليفونات ما في خلاص لا أسعاف ولا جر ما في أسعاف وين يروح صحراء مكشوفة الأطراف مهلكة والبعير اللي عليه أكله وشربه راح لا في أكل لا في شرب فما لقى إلا أن يرتاح تحت شجرة ينام يموت يلقى أحد ففتح عينيه فإذا راحلته عند رأسه ردت له ردت له شعوره شعور الفرحة اللي فيه يعني ما تحيا ما توصف ما توصف يعني حقيقة ما توصف يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لما أنت ترجع له وتتوب له أشد فرحا من هذا اللي يلقى ناكته سبحان الله تخيل يفرح حتى أن هذا من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح دكتور أشيخنا شفرك بين الاستغفار والتوبة يعني لما نقول اللهم أن يستغفرك وأتوب إليك وهل هناك شيء معين في التوبة يعني ممارسة معينة نصل إلى التوبة شوف التوبة لها ثلاث شروط حتى تكون صحيحة وصادقة الشرط الأول الإقلاع لا تقول لي أنا تايب وأنت مستمر على خطأ هذا رقم واحد أنك توخر تقلع تقف اثنين الندم ما تقلع لأسباب أخرى ملاقي مثلا أو ممتيسر لك لا تكون أقلعت وندمان الندم توبى كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة العزم على عدم العودة يعني تعزم وتنوي داخليا لأنك ما ترجع وفيه شرط رابع إذا كان الذنب متعلق بحقوق الآخرين مثل ما أخذ أموال أحد أو كذا ما تصح توبتك إلا بشرط رابع أنك ترجع الحقوق لأصحابها أما إذا كان ذنب في ما بينك وبين الله فما يحتاج وأبشر الجميع أن الذنوب اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى أقرب للاستجابة وأقرب للمغفرة إذا تبت مباشرة ما في أحد ما أحد مرجود في النص بينكم يا رب العالمين صح فالله سيستجيب إن شاء الله فهذه شروط التوبة الشرط الثالث اللي هو العزم على عدم العودة هو من أساسياته أنك تكون جاد في هذا الأمر توخر عن أسباب الخطأ اللي يعني اللي أنت وقعت فيه مثلا مكان كل ما رحت لأ عصيت لا تروح شخص كل ما جلست وياه خلاك تعصي لا تروح له اقضع علاقتك فيه خفف علاقتك فيه مكان كل ما رحت لأ عصيت لا تروح لذلك كعب بن مالك رضي الله عنه له قصة جميلة وطويلة قصة توبته خلاصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هجروا خمسين يوم ما يكلمونه بأمر الله عز وجل في هذه الفترة وصلت لرسالة من ملك الروم إن قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك نواسك يعني نواسيك ونضبطك وكذا يريد أن يرتد فاذا سوى ما أكعب؟ قال فعلمت أن هذا من البلاء فيممت بها التنور فسجرتها حرقها ليش حرقها؟ سؤال ليش ما صفتها وحطها بجيبة؟ عشان ما أرد لها؟ عشان يقطع الطريق بينه وبين المعصية من صدق التوبة أن تقطع الطريق بينك وبين المعصية إذا كانت المعصية وائر ما يكفي أنك تشيله من البلاك لا قصة قصة لأنه ممكن أن تكون في مرحلة إيمانية مرتفعة الحين وبعيد عن الغلط فما تضمن نفسك أنك تضعف إيمانيا وترد تركب الواي المرة ثانية ما سوينا شيء فأقطع الطريق أقطع الطريق بالذي تقدر عليه ومع ذلك لو سويت هذا كله سيستجيب الله عز وجل لك ويغفر لك وإذا عدت مرة ثانية المعصية بعد التوبة لا تبطل التوبة السابقة يعني هذه مهمة النقطة لا تظن أن توبتك السابقة باطلة لا صحيحة وكذلك لو تاب من ذنبين فرجع لأحدهما لا يبطل التوبة في الذنب الثاني زين المطلوب شنو؟ توب مرة ثانية كلما عصيت توب زين دكتور أنت ذكرت النقطة الثانية الندم نعم أنا ممكن نيتي أن أنا مثلا أبي أقطع هذا الشيء نعم اللي قاعد يسبب لي نوع من الثنب وأدري أنه غلط فأنا وعيت عليه وقطعته وقطعته وقطعت الطريج حلو إنسان وفيه عزيمة لكن ما يعني شعور الندم واضح يعني شعور هذا ما قدر أتحكم فيه واضح ولو طبعا جميل هو الندم مو سويتش يعني ما تقدر أنتحطه صحيح ولكن اللي دفعك إلى القطع يعني الندم هو مرتبط باللي دفعك أنت ليش إذن وخرت الندم صح يعني أقصد لازم أندم عليه عشان قدر أوخر بالضبط يعني الفكرة الندم فكرة أنه لا يسمى تائب اللي راح بيبوق مثلا بلقى شرطه فوخر ترك المعصية هذه اللي هو السرقة لوجود شرطه مول أنه ما يبيه مول أنه ما يبيه لكن بمجرد أنك مات به هذا ندم واضح فهبني واضح والندم أعلى صور الندم الذي فيه حزن وإذا بكى الإنسان كذلك هذا أفضل زين لكن مو شرط ممكن واحد يقول أنا ما حسيت حزن كبير يقول ماشي ولكن أنت تركت لله صحيح تركت هذا الذن مو أحد قال لك ولا علشان خايف من شيء تتركت لوجه الله هذا ندم وتورتك صحيح إن شاء الله واضح زين الآن تكلمنا عن الدعاء نعم عندنا باقي لنا الصلاة عفوا باقي لنا القرآن نعم والصدقة نعم ونحن تكلم حتى عن الصلاوات التراويح جميل شوف القرآن ورمضان علاقة علاقة يعني تبدأ من بداية نزول القرآن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني هو الشهر الذي نزل فيه القرآن هذا واحد اثنين فيه ليلة القدر لنزل فيها القرآن كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدارس القرآن كل ليلة في رمضان في صحيح البخاري عن نبينا عباس الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان شن مقصود فيه يدارس يدارس يقرأ معاه يراجع حفظه وبعض معانيه هذا معنى المدارسة وهذه يجرنا إلى نقطة مهمة القرآن لا تكتفي بمجرد القراءة حاول تفهم معانيه حاول تستوعب شلون؟ انت قريت مثلا آيات في آيات مرتبطة بأحداث معينة زين؟ حلو أنك تقرأ القصة مالة الحدث هذا هذا يسمونه أسباب النزول هناك شيء اسمه أسباب النزول أسباب النزول هي القصة اللي نزلت على إثرها الآية زين؟ مثلا صورة آلي عمران على سبيل المثال فيها قصتين رئيسيتين فيها قصة وفد نصارى نجران وخذت حيز كبير من الصورة وفيها قصة غزوة أحد فأنا اقترح اللي مثلا وصل إلى صورة آلي عمران قبل لا تقراها اسمع القصتين اسمع الأحداث وأنا لي محاضرة في اليوتيوب عن قصة نصارى نجران سرد تفاصيلها قناتك؟ أظن لا منزلوها في قناة المسجد ممكن تكتب وفد نجران مطلق الجاسر تطلع لك أظن الله ما أدري أن نزلوها في قناتي أو لا؟ قناتي ما سكها واحد من الشباب فاسمع القصة وشن اللي حصل وشنو الحوارات اللي صارت وشنو قصة أخو كبير القساوسة اللي سمع من أخوه كلمة وعرف أنه مو صادق فرجع مرة ثانية إلى المدينة وأسلم وقال أبيات إليك تسعى قلقا وضينها مضطربا في بطنها جنينها مفارقا دينا النصارى دينها قصة جميلة أخو كبير القساوسة كبير قساوسة نجران فالقصة هذه إذا سمعتها وانت تقرأ بعدين قرأت السورة راح تصير غير بنفس الشيء غزوة أحد أحداثها وتفاصيلها بعدين تقرأ السورة وهكذا نسأحي اللي يبحث عن القصص ويحاول يفهم القصص هل ويردي يقرأ القرآن هل هذا تدبر بالضبط هذا تدبر هذا هو التدبر أنك تعرف شنو المقصود الآية هذه ليش انزلت في هذا المعنى هالكلمة هذه شنو معناتها هالصورة هذه شنو أسباب نزولها شنو القصة اللي كانت خلف نزولها هل فيه تفسير معين للقرآن تنصح فيه طبعا فيه تفسير كثيرة حق غير مختص نعم فيه طبعا أنصح بتفسير مبسط وحلو ولغته سهلة اللي هو تفسير السعدي اسمه تفسير السعدي موجود ممكن تنزله موجود بالنت بي دي اف مجانا نحن بقى همشي بدون ورق دكتور همشي بدون ورق صحيح؟ موجود حتى في بعض تطبيقات للقرآن في بعض التطبيقات للقرآن تشعل الآية وتقرأ فيه خانة تفسير طقها تطلع لك تفسير تحط السعدي ويطلع لك تفسير الآية لانتقاع فشني قاد أفهم منك دكتور أن جودة قراءة القرآن في رمضان أهم من كثرة القراءة له في مقصدين كثرة القراءة لها مقصد لأنه في كل حرف حسنة الحسنة بعشر أمثالها وفي مقصد التدبر لذلك بعض الناس يسوون يجعلها ختمتين ختمة للقراءة السريعة ويستكثر فيها من القرآن وختمة للتدبر ما في مانع أنك تخلي لك ختمة تدبر واحدة في رمضان مثلا وختمات قراءة يمديك تدبر مشارة أسوية يعني مشارة القرآن كبيرة مو شرط كلها بس تحاول ممكن تأخذ أجزاء منه تخليها بداية بداية انطلاقة تخلص مثلا جزء جزئين ثلاثة بس أن كل يوم تستغل الوقت كله بالضبط فالمقصود في القرآن في رمضان ليس مجرد القراءة وإنما التدبر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدارس القرآن مع جبريل يتدارس وأيضا هذه نقطة ممكن أن تتشرك غيرك معك ما المانع أن مثلا الأسرة وهي جالسة يسولفون حول الآية ممكن أن تكون محضر معنى آية معين تسأل اللي معك دوانية ربعك أو جلسة أسرية يا جماعة الآية اللي في صورة كذا اللي الله سبحانه وتعقال فيها كذا كذا من يعرف شنو معناها وخلي يصير حوار يعني خل نملأ مجالسنا بمثل هذا ما في مانع خصوصا في رمضان فواحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا بعدين يقول لا المعنى مثلا هو كذا 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 وصير في حوار ونقاش تعال الله خنبطل التفسير ونقرأ حلو هذا الشيء أن يكون فيه نوع من التفاعل صح مع القرآن وليس مجرد قراءته هذا واحد من الربع دكتور دارس فقه نعم وكان يقول لنا قبل صلاة الفجر بساعة قعدوا أنا يعني بداي رسكم علو فبسم الله الرحمن الرحيم خذت مننا أربعة أيام وين يأخذ جذورها وهذا يعني على حسب أنا اللي بوصل لها دكتور من الفكرة هذه أن اليوم واحد يقول لك والله فيه شخص لأنه تعلم القراءة القراءة بشكل عام أفضل من شخص تاني يمكن أن يقرأ القرآن بطريقة أسرع وشخص تاني يمكن أن يكون جديد عن اللغة العربية ولا لا يفقح القراءة مثل غيره بس قاعد يعطي أكثر من عنده هل الله سبحانه أجازي على العدد ولا على ما في نفسه شوف أول شي تبسيط العلم أمر مقصود ومطلوب في أعرابي أسلم في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وقاعد يعلمون الصلاة مو قادر يثبت أنه ترى الفجر ركعتين الظهر أربع العصر أربع المغرب ثلاث والعشة أربع يقول ها شنو جم فيعيدون لهم مو قادر يضبط فعمر رضي الله عنه ما سوى نادى قال تعال يا أخ العرب قال اتفضل قال احفظ مني إن الصلاة أربع فأربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع حظتها قالي قالت وكعلا لغة الأعراب لغة شعر حطها لا في بيتين شعر إن الصلاة أربع الظهر فأربع العصر ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع حظتها قال حظتها قال نحتاج تبسيط تبسيط المعاني حتى تصل إلى أكبر شريحة ممكنة طيب شنو سؤالك سؤالك على الشخص اللي يقدر يقرأ أسرع من شخص داني هذا الشخص واضح النبي عليه الصلاة والسلام قال قارئوا القرآن الماهر فيه مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا شوف أجرين أفضل من اللي ماهر ليش لأن أجر للقراءة وأجر لجهد اللي قاعد يبذله للعناء اللي قاعد يصيبه وهو يقرأ القرآن ما يضيع عند الله شيء نحن نتعامل مع كريم هذا هو يوصل الله لا نحن نتعامل مع سيستم لا نتعامل مع كمبيوتر لا نحن نتعامل مع مع رب كريم مطلع سبق درهم ألف درهم في درهم صدقة أفضل عند الله من ألف درهم شلون شون قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم من ألف درهم قالوا كيف يا رسول الله قال رجل عنده درهمان فتصدق بدرهم ورجل عنده آلاف الدراهم فتصدق بألف هذا تصدق بنص أمواله وهذا بقليل من أمواله فهذا يسبق عند الله مو معادلة واحد زاد واحد ساوة واثنين لا الإخلاص النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلي أحدكم فيخرج وليس لهم من صلاته إلا نصفها بس ربعها ثلثها ثمنها ويخرج أحدكم وليس لهم من صلاته شيء صل مجزئة يعني تبري ذمته بس ما لا أجر فيها لأنه مو مستحضر منها شيء استحضار النية في العبادة يزيد من أجرها الجهد في العبادة أجرك على قدر نصفك يزيد من أجرها فما فيه اثنين متساوين الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع وعارف كل واحد شنو قدم وشنو أدى لرب عزيزي وشنو فكرة إنما لعماله بالنيات نعم فأنا ممكن اليوم أبي أفهمها شوية زيادة عادة الواحد ممكن يفسرها أنه أنا ذا نويته سوي شيء وما سويته فأنا خذت أجر عليه هذا موجود لك هذا جانب نعم نبي الجانب الثاني دكتور شوف إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فيها نقطتين إنما الأعمال وبالنيات يعني صحة وقبولة إذا نويت في العبادة وجه الله الله سبحانه وتعالى رح يأجرك مو معقولة أنت تنوي لغير الله وتبي الله يأجرك يعني لو طق عليك الباب واحد قالك قلت له تفضل قالك أخوي حاسبني أنا عامل اشتغلت بنيت غرفة وكذا وكذا أقول لأ وين بنيت أخوي والله بنيتها حق جارك أقول زين بنيتها حق جاري اشتبي مني أنا رح طق على جاري أنت قدمت هذا العمل حق منه حق جاري ليش تطلب مني آنث الجزاء ولله المثل أعلى أنت صليت صمت عبت لغير الله ليش تبي من الله الأجر إنما الأعمال بالنيات هذا بالنسبة للصحة والقبول وعدم الصحة والقبول وإنما لكل امرئ ما نواه هذا بالنسبة للثواب والأجر بقدر نيتك وإخلاصك وحضور قلبك في العبادة بقدر أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى وإنما لكل امرئ ما نواه يصلي الواحد يم الواحد في الصلاة بينهما بين السماء والأرض في الأجر هذا مستحضر وحاضر قلبه وهذا قلبه في أودية الدنيا يقول لك أنا حين بطلع بعد الصلاة بروح أمر على فلان بعدين بروح المطعم بعدين بروح قال على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما في حضور قلب ما فيه وين يعني الصلاة هي يعني اقتطاع من وقتك لا ندخل فيها الدنيا بعض العلماش يقول يقول ليش الله أكبر شذيه ليش؟ هذه إشارة أنك توخر الدنيا وراك كأنك تقول حق الدنيا روحي وراه الله أكبر أكبر من شنو؟ من كل شيء فكثر ما نقدر نحاول هالواحة اللي في وسط هذه الحياة ما نضيف لها شيء من أمور الحياة خلها شوي شحن إيماني يشحنه نمتلأ فيه إيمانيا ثم ننطلق في الحياة ونحن مرتاحين نحتاج نشحن مرة ثانية وننطلق هي محطات محطات إيمانية تشحن فيها إيمانك ترتاح وترتاح وتتصل بالله بعضهم قال الصلاة ما أخذ من الصلة بينك وبين الله عز وجل ثم ترجع إلى الحياة مرة أخرى وأنت قوي زين فإنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي بحسبي حضور قلبك وإخلاصك وجهدك في العبادة بقدر ما تؤجر عليها خلنا فضرحين شخص بالنهاية الأجر عبارة عن سلوكيات وقرارات يعني عشانا أنا أقدر أكسب أجر والواحد لازم بالنهاية أنا أتخذ قرارات الحين أنا قاعد أفكر فيه قرار معين أنا ييت اليوم ووقعت مع شخص وقد أني أنا يمكن ظلمت هذا الشخص بشكل أو بشكل أو بآخر وني ونيتي النهاية أعدل وهذا نيتي بريمي رب العالمي أنا أعدل بس أنا ظلمت هذا الشخص ولا ظلمت شكلة في هذا الموقف ولا ممكن سويت شيء يعني بدون قصد قصدك بدون قصد نيتي بالأكس قد تكون نيتي نهاية أخذ أجر على شيء معين فهل هذا الشخص يأخذ أجر النية نعم نعم طبعا الأجر على النية لو واحد قصده خير وسوى عمل بقصد حسن واجتهد في هذا القصد يؤجر على نيته لكن عليه أن يصحح هذا الخطأ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر أخطأ لها أجر بس يذنب ولا يذنب لا لا ما يذنب طبعا ما قصد الخير وأحسن بنيةه وحب هذا العمل والآخرة لكن ما وفق طبيعي عادي إنسان يخطئ ويصيب ما عليه إثم وإنما يؤجر ولكن يطالب تصحي خطأ يعني ما أي يؤجر نعم حسنا تكلمنا عن التوبة وسألتك عن الاستغفار ممكن ما الاستغفار أستغفر أي أطلب المغفرة من الله فهو نوع من التوبة هي التوبة أصلا المغفرة المغفرة مأخوذة من الستر والتغطية ومنه المغفر مثل الترس أو يلبس هكذا على جسد الإنسان يغطيه فلما تقول يا رب اغفر لي يعني أستر ذنبي أمحوه واغفر لي يعني أستره كأنه لم يكن فهو في الحقيقة الاستغفار هو التوبة نفس المعنى نفس الفكرة نعم طيب نحن نبين نوصل لحق صلاة التراويح نعم في رمضان ونبي قصتها نعم نعم نعني لها قصة خاصة صحيح لأنها شون صارت ونزلت وشون تغيرت ممتما تغيرت وشون صارت اليوم نعم في واقعنا نعم نعم نبين نفهمها ونبين نفهم فضلها وعجرها طبعا أولا صلاة التراويح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح وقبل صلاة التراويح في نقطة مهمة بعض الناس في رمضان يمكن حريص على صلاة التراويح بس يمكن يحرص على الفرائض الفرائض أهم من النوافل مهما كانت قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إليه مما افترضته عليه فأول شيء الفرائض التراويح شون قصتها مثل ما قلنا هناك ارتباط بين القرآن وبين رمضان النبي عليه الصلاة والسلام في أول ما فرض صيام رمضان كان يصلي في المسجد ومعلوم أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد يعني اللي راح المدينة وشاف الروضة هذا كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الروضة الشريفة وانت في الروضة الطالع يسار في شبك الحين موجود هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه شباك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع من بيته ويدش يصلي مع الناس ويرجع بيته مرة ثانية في رمضان دش النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وصلى قيام الليل بعد العشاء الناس ببيوتها بالليل صلى وقرأ قرآن صلى ومعه مجموعة من المسلمين نفس الطريقة اليوم نصليها في قيام الليل بالضبط قيام الليل صلاة جماعة قيام الليل صلى الليلة الأولى كانوا عدد قليل تسامعوا الصحابة يعني ما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تسامعوا فزادوا ليلة اللي وراها زادوا ليلة الرابعة ترس المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض هذه الصلاة وكان من رحمته عليه الصلاة والسلام ما يبيها تفرض فما طلع للليلة الخامسة ما صلى ما طلع وصلوا كل واحد بروحه واستمر الوضع على هذا الحال أن قيام الليل في رمضان كان انفرادي ومنفرد كل واحد يصلي بروحه إلى أن جاء حصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات ثم تولى خلافة أبو بكر رضي الله عنه لمدة سنتين ثم بعد ذلك تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدشر رمضان دخل المسيد فإذا هناك جماعات متفرقة هذا يصلي هنا اثنينة يصلون مع بعض هنا واحد يصلي هنا ثلاثة يصلون فقال ليش ما نجمعهم على إمام واحد وفعلا أتى لي أحد قراء الصحابة اللي هو أبي رضي الله عنه وأمر الناس أن يصلون خلفه أنتوا قاعدت صلون بدأت صلون عدة جماعات صلوا وراء واحد وفعلا ومن هنا بدأت فعمر رضي الله عنه اللي سوى أن أعاد إحياء السنة ولم يأتي بشيء جديد بعض الناس يعتقد أن هذه من عمر رضي الله عنه لا هي مو من عمر هي بدايتها كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأحياها عمر كان هناك مقصد من عدم الإكمال انتفى هذا المقصد خلاص بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما في نسخ في الدين ما في شيء يصير واجب أو مستحب خلاص كل شيء ثبت على ما هو عليه فلما زالت هذه الإشكالية أو هذا التخوف جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على إمام واحد واستمر إلى يومنا هذا بما يسمى بصلاة التراويح لماذا يسمى صلاة التراويح؟ لأن المسلمين كانوا يرتاحون يستريحون بين الركعات يصلون ركعتين أربع ثم يرتاحون ثم ركعتين وهكذا يسمى صلاة التراويح نعم وفي نقطة مهمة في فضل عظيم كنت قيام الليل كانت يقوم الليل ومن تسميتها تراويح هي هي يعني قيام التراويح أحد أنواع قيام الليل لأنها صلاة نافلة في الليل لكن صحيح لها صفة خاصة لكن هي في النهاية قيام الليل يعني هي صلاة نافلة في الليل واضح؟ واضح وفي نقطة مهمة جدا وفضل عظيم أنصح الناس أن ما يفوتونه النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة إذا صليت مع الإمام لعشة وصليت مع التراويح لين يخلص رح يتكتب أجر كأنك صليت إلى الفجر تخيل وشنك مكمل قاعد تصلي شنك مكمل من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلا حد يفوت هذا الأجر طيب أنا أفرق شوية أوضح الفرق بين أو أذا فيه فرق بين تراويح وقيام الليل خاصة في العشر الأواخر نعم في العشر الأواخر نتعودنا في الثلث الأخير من الليل نعم شوف في التراويح ليس بالضرورة تكون بعد العشة ليس بالضرورة تكون بعد الصلاة وقتها يمتد من بعد صلاة العشة إلى الفجر بمعنى لو اتفق جماعة مسجد أننا لا يصلون التراويح بعد العشة أننا قال يا جماعة صلوا العشة ونرجع البيت تعالوا بعد ساعتين ساعة عشر إلى 11 إلى 12 هي تراويح هي تراويح بعد الـ 12 هي تراويح قبل الفجر هي تراويح فالتراويح هي قيام الليل جماعة في رمضان حلو اللي صار شنو أنه صار فيه صناة قيام آخر الليل باعتبار أن العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي رمضان وفيها ليلة القدر وأن المفروض المسلم يجتهد أكثر في هذه الليالي وبالتالي المفروض أن الإنسان يستمر في الصلاة طول الليل كثر ما يقدر فصار من عادة المسلمين أنا في الحقيقة ما المفروض التسمية الحقيقية لها هو تراويح كلها تراويح لكن صار فيه تأخير لهذه التراويح إلى آخر الليل أو استراحة طويلة أنا ما في حد للاستراحة فالثنتين تراويح ترى ثنتين تراويح لكن صار فيه اصطلاح الناس أن هذه صار تراويح وهذه قيام هي في الحقيقة المعنى الشرعي لها واحد هي نفس الصلاة هذه تراويح وهذه تراويح الذي صار الذي ما يصلون بعد لعشة فهي أجلوا تراويحهم إلى قبل الفجر والذي يصلون بعد لعشة وبعدين يصلون بتالي الليل كل تراويح بس طولوا مدة الاستراحة فيما بين الركعات دكتور ذكرت أنت ليلة القدر نعم هل ليلة القدر هي ليلة تتغير كل عشر لواخر مرة يقول ليلة القدر هالسنة ليلة 21 مرة 23 مرة 22 أو هي ليلة واحدة ثابتة بس ألا لا أدري متى واضح طبعا ليلة القدر مثل ما عرفنا نزل فيها سورة كاملة قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أذرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر طبعا اللي أقدر أأكد لك أن محد يقدر يجزم متى ليلة القدر وهذه فيها حكمة شنو الحكمة أن الإنسان يتعبد الله في العشر كلها أن إذا عرفوا الناس وجزموا أن هذه الليلة القدر لا سواها ممكن أن يترك ويهمل باج الليالي ويحرص على هالليلة فقط حصرا واضح؟ لذلك اقتضت حكمة الله أن تكون مخفية أنزل لكن نقدر نقرب أو نقللها مش معرفتها فهي في رمضان قطعا ويهي في العشر الأواخر قطعا داخل العشر الأواخر عندنا عشر ليلة اللي يبي جزما يصيب ليلة القدر يجتهد على قيام العشر الأواخر كلها لماذا يصيب ليلة القدر؟ لأن ليلة خير من ألف شهر التعبد فيها مضاعف فيه كأنك عبت في ثلاثة وثمانين سنة ألف شهر يساوي أكثر من ثلاثة وثمانين سنة فضل مضاعف وفيها تتنزل الرحمات وفيها يغفر الله الذنوب فيها خير هي ليلة مباركة ليلة عظيمة جدا أفضل ليلة السنة تفتح فيها من البركات والخيرات ما الله به عليم فالإنسان حري أن يكون مثل مثل لما ينقال ترى فيه توزيع فيه شيء رح يتوزع ترى فيه أشياء زينة حرص أن تكون موجود رح يكون فيه توزيع شغلات وهيبات وويلة آخر أروح أزاحة من الناس أروح أبي النفحات أبي هالخير هذا أما أقعد ببيتي ما رح يوصلني شيء ففي الليالي الفردية طبعا هي في الليالي الفردية ولكن فيه نقطة يعني يمكن هذه قليل ما يسمعونها الناس ترى حتى في الليلة الزوجية ممكن تكون ليلة القتر شلون شلون الآن دخول شوان دخول الدخول رمضان ليس قطعية يعني دخل رمضان نحن متعبدين أن رائعنا الهلال دخل رمضان صحيح أو ما شفنا الهلال فنحكم أنه تم شعبان وكذا ممكن يكون رمضان قبل أو بعد ممكن يكون الليلة الفردية هي زوجية نحن متلخبطين فيها ممكن نحن متلخبطين فيها نحن شرعا قعنا نصوم وفي طريقة صحيحة ما عندنا مشكلة لكن تحديد ليلة القدر ممكن تكون لذلك أنا عندي مقال في هذا الموضوع موجود في موقعي على النت اللي هو الليالي القدر قد تكون من ليالي الشفع وبيّنت ذكرت الأدلة والبيان خلاصة الكلام اللي يبي ليلة القدر لا يفوت رمضان كله طبعا ابن مسعود رضي له عنه قال التمسوها في طول السنة له مقصد فيه أنه يعني لا تكون من النوع اللي تعبد فيه ليلة وخلاص ما عندك قوة اشتهد على رمضان كله ما عندك قوة اشتهد في العشرة الأواخر على الأقل كلش كلش لا شك أنه الليالي الوتر أرجى من غيرها لكن المقصد العام لا يجعلك هذا تقصر في حقا حقية الليالي والأيام من سنة لماذا هناك يعني الناس تقول ليلة 27 هي ليلة القدر ما تسمعنا في 27 لأنه جاء في بعض الحاديث أن ليلة القدر كانت 27 في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبيّ بن كعب رضي الله عنه كان يقسم أنها ليلة 27 الصحيح في المسألة والله أعلم أنها تتنقل كل سنة في ليلة في حدود العشرة الأواخر ممكن تكون 27 ممكن تكون 25 ممكن تكون 23 الشيء الوحيد اللي أقدر أكده أنه لا أحد يجزم أي ليلة لا أحد يقدر يجزم هذا الشيء الوحيد اللي نقدر أكده في المسألة طيب دكتور نحن حتى في سحور في رمضان نعم وطبيعي الواحد اللي يتسحر علشان أنه مايوء نعم لكن هل في طريقة معينة في الواحد شون ممكن يتسحر بطريقة تتماشي ويمكن يقسم فيها أجر ولا شيء أو فيها فضل معين السحور النبي عليه الصلاة قال تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور ما الفرق بينهم السحور بالضم هو وقت الأكل وقت السحور اللي هو في السحر قبل الفجر وقت فيه بركة أو في اللفظ الآخر بطريقة القراءة الثانية السحور هو الأكل نفسه فيه بركة فالسنة أن نتسحر والسنة أن نأخر السحور كثر ما نقدر الأفضل أن يكون قبيل الفجر باللي نقدر عليه لكن هو وقت السحور يبدأ فعليا من بعد منتصف الليل يعني وجبة السحور تسمى سحور في المعنى الشرعي هي بعد منتصف الليل إلى أدان الفجر وهي طبعا مثل ما تفضلت فيها بركة من جهة أنها تعين الإنسان على أن يتحمل هذا اليوم يكون قد تزود خصوصا من السوائل والمواد أو الأكل الذي يمنع من العطش يمنع من الجوع كثر ما يقدر فيأكل ويشرب ويبدأ صومه وهو مرتاح وهو تجديد النية للصيام صحيح وفيه كذلك تجديد النية لأن من شروط صحة الصيام أن يكون ناوي الصيام من الليل والسحور هو نوع من أنواع هذه النية وإحنا دائما يقولون قبل رمضان الواحد يجب أن ينوي لا تنسون تنوين صحيح لكن أنا لا يجب أن أقولها لا 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 يجب أن أقولها هي النية ليس شيء معقد النية أنك أنت عندما أحد تسألك أنك أنت باعث تقول هاي إن شاء الله هذا تناوي يعني ما فيها معادلة صعبة لا لا النية لا يشترط فيها النطق أصلاً ما يشرع فيها النطق ليس من السنة أنك تنطقها النية شيء قلبي السحور نية لو أحد تسألك بسرعة storeины يقول لي هذه نية واضح العمرة في رمضان نبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي وهذا فضل عظيم من فضاء هذا الشهر أن العمرة فيه أفضل من غيره من جهة أنه سيكون عمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام فهي فضلها عظم تعادل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام واضح فهل هي محصورة في العشر الأواخر هناك ناس يحرسون أن يذهب في العاشر الأواخر أكثر من الأيام هي من دخول رمضان إلى خروجه من أول يوم إلى آخر يوم لو إنسان أدى العمر في هذا الوقت يكتب لهذا الفضل العظيم طيب دكتور نحن نتكلم عن الإنسان في رمضان حتى نقدر ننهي في هذا المحور نحن ندشع على العيد الآن الإنسان كيف يساهم الصيام في تهذيب النفس وترك العادات السيئة وحتى مثلا حرم حتى الجماع في رمضان بين الزوج والزوجة مع أنه زوجة حلالة في أشياء الله سبحانه وتعالى أنهى عنها في رمضان ومو بس الأكل والشرب يعني شوف رمضان مدرسة يعلمنا رسائل ويعطينا دروس يجب أن ما يطوف رمضان إلا وإحنا ما استفيدنا هذه الدروس أول درس أنك أنت تقدر بعض الناس يقول والله أنا ما أقدر هذا صعب علي لا كهب رمضان امتنعت عن أكل وشرب نهار كامل ما أقدر أترك الزقاير ما أقدر أترك التدخين كهب رمضان ما أدرك تركته فالرسالة الأولى ليعطينا إياها رمضان أنك أنت تقدر تستطيع أن تترك أشياء غلبتك وتعتقد أنك ما تقدر عليها رمضان يقولك لا أنت تقدر عليها هذا واحد اثنين رمضان يعطينا رسالة في الصبر هو مدرسة صبر مثل ما صبرت عن الأكل والشرب تقدر تصبر عن الغلط كان صبرت فهي تشجيع وبيان أنك أنت تستطيع أن تصبر عن ما حرم الله عز وجل هذا اثنين ثناثة رمضان مدرسة في التسليم تسليم للنص الشرعي تسليم لأوامر الله بعض الناس يسأل يقولك والله أنا أذن علي وخلال دقائق أو ثواني أنا شربت قطرة ماي وحريص وهذا شيء حلو من زين هذا الحرص على أنك ما تعصي الله في أنك تشرب شيء وهو أساسا حلال لكن حرم في رمضان في الصيام لأنك صايم وينه في باج الأشياء يعني هذا الحرص على طاعة الله نبيه ينسحب على كل حياتك يعني اللي يأكل حقوق الناس مثلا ويسرقها أو يرتشي أو يغتاب الناس أو يرابي تعامل بالربا أو أي نوع من أنواع المعاصي أنت الحين امتنعت عن شيء وهو حلال أصلا وهو أساسا حلال لكن امتنعت عليه امتنعت منه ولو واحد يعني قال لك راح أعطيك ألف دينار بس تشرب قطرة من الماي في نهار رمضان ما راح تقبل صح صح ولا لا بس أنت بأقل من ذلك عصيت الله عز وجل في أشياء حرام في رمضان وفي غير رمضان فرمضان مدرسة تعلمنا أنك لابد أن تترك الخطأ في كل وقت وحين لذلك النبي عليه الصلاة و سلام كما قال البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه و شرابه شنو يعني يعني مدرسة الصيام مدرسة تعلمك التقوى تهذب الإنسان وتدفعه حتى يكون أصلح حتى يكون أفضل فإذا أنت ما صلحت ما استفدت فأنت نصيبك من الجوع والعطش والله ما يبي منك أنك تجوع وتعطش بس زي ما يسوي ما أصوم لا أصوم بس اترك المعاصي من لم يدع قول الزور صايم يشذب صايم ويغتاب الناس صايم وارتكب الحرام ماشي أنت صايم عن شراب ليش ما صمت عن الباجي عشان شذي في لفته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفرحتين للصائم فرحتان فرحة الأولى فرحة عنده فطرة هي الفرحة الصغرى لما يأذن المغرب وانت عطشان وصايم فيه نوع من الفرحة داخلية تلذذ بالشراب وانت تشراب تستمتع فيه راحة انك انت أنجزت انك انت انتصرت على نفسك فيها اليوم أنا قوي استطعت اني أمتنع عن هذه الأشياء والحمد لله كاني قاعد آكل منتصرا بإنجازي هذا الفرحة الصغرى فيه فرحة كبرى يوم القيامة إذا أفطر فرحة بفطرة وإذا لقي ربه فرحة بربه وفرحة بصومه الفرحة الكبرى هذه تكون بالصيام العام صيام العام أنك تترك كل ما حرم الله عز وجل فكأن هذا الفطر وهذا الصيام الفرحة الصغرى نصاح التعبير مقدمة للفرحة الكبرى شفت شلون أنت رح تفرح شلون أنت فرحت الحين بصيامك هذا وامتناعك عن بعض الأشياء التي ترى فيه فرحة أكبر منها مضاعفة إذا لقيت ربك وقد انتهى وقت الصيام العام لأننا في حياتنا مفروض صايمين عن غلط مفروض أنه فيه صوم واجب علينا عن كل غلط إذا صمنا على هذا الصوم الكبير سنفرح إن شاء الله الفرحة الكبرى يوم القيام فهذه مدرسة رمضان مدرسة الصبر مدرسة التسليم مدرسة الإرادة في مدرسة كذلك فيها تعطينا دروس مدرسة الإحساس بالآخرين فيه ناس يصومون إجباري ملاقين يأكلون إذا الله أنعم علينا بأن نأكل ونشرب بما لذى وطاب كأن رمضان يعطينا درس أن ترحس حس أن فيه ناس فعلا ملاقين في بعض الناس مو مستوعب أن فيه ناس من البشر فعلا ملاقي يأكل فعلا قاعد يتذور من الجوع ملاقي شيء يأكله فعلا فرمضان رسالة لذلك هنا يرتبط رمضان بالصدقة والمساعدة ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس مرة طلع النبي عليه الصلاة والسلام ولابس لبس جديد تو لابسه وواحد من الجالسين قال يا رسول الله أريده العطنية قال إن شاء الله ودخل قط هذا اللبس ولبس لبسه القديم طلع له وقال تفضل فالصحابة قالوا له شون يعني هذا الرجل لماذا طلبت من هذا الشيء؟ وانت تعلم أنه لا يرد سائلا قال أني أريده أن يكون كفني أنا بهذا الثوب أتكفن فيه الشاهد أنه لم يكن يرد أحد ولكن في رمضان كان أجود ما يكون ليش؟ لأن رمضان يحسسك بإحساس الفقير بإحساس المعدم اللي أنت وفق ما أنعم الله عز وجل عليك ليس قاعد تحس هذا الإحساس متى ما بغيت تأكل متى ما بغيت تشرب بأي 24 ساعة يطري على الواحد أي نوع من الأكل يستطيع أن يوفره خلال 24 ساعة يوصل لك إلى البيت هذا عدد كبير جدا من سكان الكرة الأرضية لا يوجد هذه الميزة وعدد كبير منهم مقادر يأكل اللي يبي وعدد كبير من هؤلاء أيضا ملاق يأكل أصلا موجودين؟ شون تحس فيهم؟ أنك تجرب شعورهم صح ولو بشكل موقع يكتر ما الفرق بين الأشياء التي تبطل الصيام أو الأشياء التي تجرح الصيام؟ الأشياء التي تبطل الصيام اللي هي المفطراتي سمونا اللي تخلي صيامك باطل ويجب عليك القضاء مثل الأكل الشرب الجماع تعمد القيء إلى آخره لها تفصيل طويل تعمد القيء الترجيع قيء اللي هو عزك الله والسامعين الترجيع ترجيع اللي ليس متعمد ما يفطر لكن لو واحد تعمد أن يرجع يفطر إلى آخر اللي يجرح الصوم اللي يقلل من أجره اللي هو بقية المعاصي اللي هو ارتكاب أي معصية داخل الصيام تقلل من أجره مثل الكذب الغيبة النميمة كل المحرمات تجرح صيامك بس ما تبطله اللي يبطله هي مفسدات الصوم اللي يسمونها المفطرات نعم واضح حيديكتور في شغلات تصير في وقت الدوامات وأنا بأخذ وجهة نظرك أنت الشخصية نعم قبل ما تكون وجهة النظر الشرعية نعم لأنه يمكن فيه اليوم تغييرت الدنيا على أول نعم اليوم فيه دوامات ساعة 9 وساعة 8 الصبح نعم بطبيعة رمضان تتأخر هذه الدوامات صحيح تبدي ساعة 10 وتنتهي قبل حتى فنبنعرف الحين أنت برأيك ولا نبنعرف تاريخيا هل كانوا ينامون متأخر الصحابة ويقوموا شوي متأخر هل هذا شيء موجود ولا للأصل أن نمارس حياتنا كما هي ونفطر طبيعة المجتمع العربي قديما مو بس الصحابة أنه ما كان فيه أنشطة في الليل ما فيه كهرباء النور ضعيف وبالتالي كانوا ينامون بعد الفجر بعد العفو والعشاء حتى كانت وجبة العشاء قبل العشاء وجبة الغدى قبل الظهر ترى إلى عهد قريب إلى أظن أمية سنة ما كان ترتيب الوجبات مثل ما هو الحين كانت فيه وجبة الفطور أو الغبوق يسمونها أو الصبوح هي قبل الفجر أو بعد الفجر بقليل وما فيه أحد ينام بعد الفجر كل واحد يروح إلى معاشة المزارع وكذا كل واحد شغله وفيه وقت القيلولة كانت قبل الظهر صح مزين والغدة قبل الظهر والعشاء إما قبل المغرب أو بعد المغرب تعشين خالصين صلوا للعشاء نوم على طول ما يكاد أن يكون فيه طبيعة الحياة في ذلك الوقت اقتبت هذا الشيء اليوم اليوم نحن فيه كهرباء نحن فيه لا والله فيه حياة جديدة امتدت ما فيه مانع ما فيه مانع من ناحية الشرعية طالما أن أنت مرتكبت محرم ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من طبيعة الكون وَجَعَلْنَا اللَّيْلَةَ لِبَاسَةَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَةَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَةَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَةَ لِبَاسَةَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَةَ حتى طبييا وهذا يعني أنا سمعته من أكثر من طبيب والعلى يعني الأمر يبحث عنه من ناحية طبية أنا لم أتخصص في الطب لكن اللي يعرف أنه طبييا النوم بالليل مفيد صح هو يعني النوم الصحي أصلا في شيء ينفرز في الليل ينمو أظن قالوا وتوني قرية الدراسة أن الأطفال اللي ما ينامون بالليل يكون عندهم اضطراب في النمو الطول مثلا يقولك سبحان الله يكون في الليل وهو نايم فهذه طبيعة الحياة لكنه واحد قال والله مثلا أنا والله بصلي الفجر ونام هل في هذا حرام لا لا ما في حرام نعم دكتورنا بنتكلم عن بس الآن داش العيد نعم نعم من رمضان نعم هو شي يقولك أنت ما يصير تصوم في أول يوم عيد صحيح خاصة الناس اللي عندهم دين صحيح يفضلون لنا خلاص تم مرة واحدة عيقب رمضان أصوم بس هل هو حرام هل هو ما يجوز حرام نعم 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 نعرف الأسباب شوف العيد الله سبحانه وتعالى قال في نفس آيات الصيام قال ولي تكمنوا العدة يعني عدة الصيام رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون العيد مثل قضية الفطر في كل يوم فرحة الفطر أن تذوق فرحة الفطر في كل يوم هناك بعد لذلك سمي عيد للفطر لأنه فيه فرحة أنك أتممت صيام شهر رمضان كاملا لذلك شريع لنا أن نفرح هذا عيد المسلمين أنا يحزني أن يكون هذا اليوم عند بعض الناس كأي يوم عادي بل بعض الناس يسافر فيه ما يعطي قيمته يعظم أيام ثانية مو أيامنا يشتهد فيها ويحرص وزينة ويمكن يروح ويعظمها وهذا يوم فرحتنا هذا يوم فرح المسلمين يجب أن نعظم هذا اليوم نفرح فيه نعطيه حقا من الفرح بس الجانب الاجتماعي طاغه فصار الموضوع كلافة أكثر ما هو بساطة وفرح الكلافة مرفوضة نفهمك مرفوضة من كل أحد صحيح أن اللي ينفر بعض الناس وجود الكلافة أنا وإياك لكن هذا ما يمنع بالأصل شون الفرحة تصير دكتور الفرحة بالبساطة بالاجتماع بصلة الأرحام اجتماع الأهل ما فيه مانع يكون فيه نوع من ضرب الدفوف والأناشيد والأغناء اللي ما فيه محرمات شرعية ما فيه مانع من الفرح خال السرور أطلع عيالي ألعبهم أو أنسهم أفرحهم يكون فيه زينة تعلق زيارات متبادلة هذه كلها مظاهر الفرح بدون تكلف وبدون وقوع فيه محرم حي اجتماعي نحن ريايين نحن دجداشة أو ترواع قال هذا هو الحريب تجد هذا مناسبة اجتماعي لو تشتري جنطة فبعا ما تكون كلافة في الأصل صحيح هذا اللي وقف عنده يعني لا بس فيه ضغط دكتور في بعض ما تصير عليهم ضغط نحن نقول كنا يسافروا يا عفنن بس أنا قصد أن حتى لا الله أنا أدعو صراحة أدعو بشكل عام أن هذا اليوم لازم نعطي حق لازم نبرز هذا اليوم اجتماعيا ونفرح فيه ونبرز هذا اليوم لا نخلي الكلافة تنفرنا عنه صح وتوزيع الأموال على الأطفال هذه العيادة طبعا ما لها أصل في الشريعة لا لكن مباحة من العادات تخالص سرور على الأطفال هذا شيء عادي يعني يعني ما في سنة ما في سنة في الوماع أن يعطوا الأطفال هذا فيها اليوم نزيل زكاة الفطر نعم يعني علما ووقتها وشتي نعم زكاة الفطر طبعا هي صورة من صور الإحساس بالفقير أنه مثل ما أنت صمتها اليوم شفت في ناس فقراء وحسيت بمعاناة هؤلاء الفقراء أن بهالأيام هذه أنت متنعت عن الطعام في ناس ممتنعة طيب زكاة الفطر هي تربية على أن تحول الإحساس إلى عمل لا تتحلطموا بس أو لا تكتفي بالشكوى طبق فرمضان مثل ما أعلمك يا مسلم أنه فيه فقراء محتاجين للأكل ملاقين يأكلونه وانت ذكت شيء من معاناتهم الإجبارية بالنسبة لك أنت اخترت أن تصوم هما إجبارا يصومون هل تكتفي بهذا الإحساس؟ لا طبق عمليا فشوري علنا زكاة الفطر زكاة الفطر طعام يخرج إلى الفقراء في ليلة العيد على كل مسلم صغير أو كبير رجل أو امرأة من أدرك ليلة العيد عليه أن يخرج زكاة فطر وهي تقريبا النصاع يعني تقدر بين كيلوين ونصف تقريبا زين تعطى للفقراء تطبيقا لمبدأ الصدقة ومبدأ اللي قلنا قبله شوي مثل ما حسيت بالفقير يلا طبق هذا الإحساس وترجم إلى عمل وأخرج صدقة على هذا الفقير المسكين فهو زكاة واجبة طبعا تجب على الجميع على كل من يملك قوة يومه مو نصاب الزكاة مو شرط أن يكون عندك أموال كثيرة لا اللي عنده مال يفوق قوة يومه يخرجه طيب اللي ما عنده مصرف الأولاد في البيت يخرج عنهم رب الأسرة واحد من الأولاد قال أنا حاب أني أطلع زكاة فطري بنفسي ما في مانع الزوجة تقول أنا أطلع زكاة فطري بنفسي ما في مانع لكن المسؤول هو رب الأسرة هو رب الأسرة هل تكلمنا عن الصدقة دكتور في رمضان يجبنا تكلمنا عنها على السريع على السريع أوكي بس أنه في شيء ما ذكرنا فيما يخص الصدقة لا الصدقة تكلمنا عنها أنها طبعا تشرع في رمضان بشكل مضاعف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان في جانب من جوانب الصدقة في رمضان ما تكلمنا عنه وهو إفطار الصائمين طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء وهذا من صور التكافل أيضا ترجمة الأحاسيس إلى عمل رمضان مدرسة نشوف مثلا الأخوان المسلمين يعانون طيب شنو سويت سووا شيء قدم رمضان يعلمك أنك تقدم من صور هذا أنك مواعد الإفطار تساهم إما بتوكل جمعيات خيرية أو بنفسك أنت تروح تسوي توزع إفطار صائم ومن فضله أن كل صائم تفطره نفس الأجر الذي هو أخذه يصب لك نسخة لك سلام وعلى كثر ما تستزيد من ذلك على كثر ما تستزيد من الأجور سلام دكتور عشان نختم بآخر سؤال بأي نفسية الواحد مفوضي قبل أن يدخل رمضان قبل أن يدخل رمضان مفوضي فكر؟ شوف رمضان فرصة عظيمة جدا لأشياء كثيرة فرصة لأن نتقرب إلى الله أكثر ياما قصرنا في حق الله عز وجل قصرنا كثير في حق الله مهما بدلنا نحن مقصرين ياما غلبنا من الشيطان ومن أنفسنا وتكاثرت علينا تكالبت علينا الدنيا ونسينا وقصرنا في شيء من حق الله رمضان فرصة أننا ندخل رمضان بنفسية اللي يريد أن يكون أفضل من قبل ما أطلب من الناس أن كلهم يصيرون توب أمية بالأمية هذا أمر مستحيل أصلا لكن على الأقل اعلو خطوة اعلو درجة إذا قدرت درجتين فهذا أحسن ما كنت تصلي قبل وبدأت تصلي في رمضان الحمد لله كنت تصلي وتقطع تعلو درجة أنك تصلي وما تقطع تصلي الصلاة في وقتها كنت ما تصلي في المسيد بالنسبة للرجال أجرب أصلي في المسيد وأستمر كنت هاجر القرآن ما لي أي علاقة فيه لا أبدي فأدخل رمضان بنفسية اللي يريد يزيد درجة وين درجتك؟ لازم يصير التحدي مالنا أنه ما يطلع رمضان إلا وإحنا فوق درجتنا اللي إحنا فيها لازم نسحب معنا من رمضان شيء من نفحاته يستمر معنا ما بعد رمضان لذلك العلماء يقولون علامة القبول في رمضان أن تستمر على الطاعف ما بعد هذه النفسية ندخل فيها اثنين نفسية نسيان ذنوبنا والتوبة من جميع ذنوبنا أننا بنتخلص من هموم وأثقال كثيرة لا يستطيع علينا هذا الشهر يغسلنا مثل النهر البارد اللي بنتطب فيه نتنظف نغسل كثر ما نقدر نتطور نفسية أني بتقرب من الله عز وجل أكثر أني أدعوه أكثر من دعاءه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الدخول رمضان بشكل غير تقليدي يعني أنا أدعو أن رمضان هذا خليكون غير مر علينا رمضانات كثيرة ليش ما نتخذ قرار ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق لي متى نسمع وما نطبق لي متى نقرأ كلام الله عز وجل وما يأثر فينا إلى متى هذه الغشاوة أو الحاجز اللي ما يخليني أشوف عدل لي متى موجود ليش ما أنظفه هناك حاجز معين هو حاجز الغفلة يحول بين الإنسان وبين رؤية الحقيقة هذا الحاجز هو اللي ما يخليك تنهض للطاعة هو اللي يخلي الصلاة ثقيلة عليك هو اللي يخلي قراءة القرآن ثقيلة عليك يجب أن يزال يجب أن يزال تحك حك هو رح يزال عن الجميع بسمته بعد الموت أكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد لكن هذه الإزالة ما رح تفيدك خلاص لأن الوقت الحين وقت حساب تفيدك لما تزيلها في وقت العمل في الدنيا الحين لازم لازم نتخذ هذا القرار الدنيا كلها شفت هذه الدنيا كلها الناس في الشارع رايحة رادة أهلك في البيت المجتمع كله يوم القيامة ما رح تلقى واحد فيه رح تلقى تصير بروحك بروحك يعني في الدنيا لما تقع في مشكلة تستطيع أن تلجأ لناس أو لأموال تفكك أو لأحد يساعدك يوم القيامة ما فيه الله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاءت الصاخة يوم يفر يفر يعني ينحاش مو مجرد ما لشغل مو مجرد ما لعلاقة لا ينحاش ينفر من منه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أقرب الناس هذول الأخ والأم والأب والزوجة والأولاد إذا هذول فروا ما حدا رح يبقى معك طيب يعني شنو يعني بروحك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة خلنا نستوعب هذه الفكرة لا تغرنا الحياة الناس ممكن الإنسان في هذه الحياة يحتك بناس ومجتمعات ويظن أن الموضوع سيستمر لا ما سيستمر كلنا لنا يوم سنودع هذه الحياة شيئنا ما بينه شوف بعض الناس ما يحب طاري الموت ما حد يحب طاري الموت لكن أنا أقول أن بدون طاري الموت ما رح تعيش صح بدون طاري الموت لن تعيش حياة صحيح ليش؟ الموت يخفف آلامك إحساسك إحساسك بتأقيد الحياة يخفف آلامك أنا في النهاية أبو أموت هذه الآلام رح تروح الموت يذكرك أنك ستلقى أحبابك بلال رضي الله عنه وهو على فراش الموت كش كان يقول غدا ألقى الأحبة محمداً وصحباً الموت يحسسك بقيمة الحياة الحقيقية اللي أنت معطيها فوق حجمها لأن الحياة لو كانت لها قيمة حقيقية كان تمسكت بأصحابها تمسكت باللي عمرها في ملوك في مخترعين في مكتشفين في أباطرة في ناس كانوا ملء السمع والبصر في هذه الحياة تخلت عنهم الحياة راحوا أنت شنو بالنسبة له يا أيها الإنسان في أنبياء في رسل في ناس كانوا ذو القرنين هذا ملك الكون كله ملكة عفواً الكرة الأرضية مشارقها ومغاربها فيه إمبراطوريات كاملة لا التغيب عنها الشمس كلهم راحوا في ناس كانت تتربع على إمبراطوريات مالية مليارية لو يتفرش أموالها على الأرض ما تبين الأرض الآن هو في حفرة متر في متر تحت الأرض أموال وزعت والدنيا مشت ما راح توقف عليك الدنيا إذا أنت انتقلت إلى رحمة الله الناس راح تعيش ما راح توقف ترى الناس ما راح تقول فلان مات يلا نوقف حياة لا ما راح يوقفنا حياة الناس راح تداو تروح دواماتها وراح تضحك وراح تنكت وراح تعيش وراح تاكل وراح تشرب وراح ينسونك شئت أم أبيت راح يتذكرونك كم يوم يدعو لك بالرحمة بعدين كل ما ذكر اسمك راح يقول الله يرحمه وبعدين شيئا في شيئا ينسي ويضروح طيب شو المطلوبة سأول حين راح تخرعتنا لا ما خرعتك أنا نبهتك شون تفكر صح في خضم هذا كله في شيء لازم تتمسك فيه لأن كل هالزخارف اللي حولنا اللي احنا قاعد نلامسها بشكل يومي كلها راح تروح يبقى معاك شيء واحد بس هو علاقتك بربك ترك عنك كلام الناس وترك عنك الشماعة الأعذار الجاهزة اترك عنك الأعذار المعلبة فكر صح هل أنت مستعد أن تلقى ربك هل الإنسان جاهز هل أنت ضامن أنك تعيش فترة من الزمن معينة محد لشان شذي والله ما راح نعيش صح إلا إذا كان ذكر الموت حاضر في ذهننا مو نكد ترى مو قضية نكد لا والله واضح ولا سالفة أنه والله لا الضيق خلقنا لا لا بالعكس والله ما راح تكون سعيد إلا بهذا يعني لما يكون الإنسان ما عنده ذكر الموت حاضر في ذهنه وفقد أخ عزيز أو فقد حبيب شلي سليه سليه راح يلقاه في يوم من اليوم ذلك الله سبحانه وتعالى جعل من نعيم الجنة قال وَألحقنا بهم ذريتهم ترى راح تشوف أهلك راح تشوف أحبابك راح تشوف أصحابك ذكر الموت يخلينا نعيش صح فلذلك لما يدخل عنا رمضان هذه فرصة إذا أنت تصارع الحياة وصعب عليك أن تنتصر عليها لأسباب كثيرة أتتك فرصة موسم تستطيع فيه أن تعان على هذا الصراع صدقني الذي يعيش صح يبي يسعد يبي يستمتع ما في طريق إلا أن يحسن علاقته بالله الشيخ الدكتور مطلق الجاسر يساك الله خير شكرا شكرا شكرا